موسيقى كما شفتوا اليوم حضرنا الزيارة للطلاع على مدى تقدم المشاريع اللي كانت نجزها الجهة بشاركة مع الشركاء ديالها كانت اليوم زيارة ديال سيد رئيس مجلس الجهة الضربة داستات والسيد عامل إقليم جديدة وكانت في الحقيقة فرصة أنه نعطيه نبداع لمدى تقدم الأشغال اللي كانت نجزها اليوم الجهة بشاركة مع الفاعلين الآخرين كانت البداية بهذا المدخل اللي احنا كنت وجده فيه اليوم المدخل ديال المدينة الجديدة اللي كانت موله الجهة بنسبة 100% واللي الهدف منه هو نعطيه واحد صورة واحد الحل للمدينة الجديدة اللي تليق بالعرض السياحي اللي كتقدمه اليوم المدينة لا للسياح الداخليين ولا للسياح الأجانب ثم كان هناك الطلاع لمدى تقدم المشروع المتعلق بتهيئات الممر رئيسي ديال جماعة سيد اسماعيل واللي هو في الحقيقة مشروع يطمح لخلق ظروف عيش ملائمة للساكنة بالنظر لأن هذه الجماعة كتعرف واحد ضغط ديمغرافي وسكاني ومن ناحية ديال التعمير كبير والهدف منه كذلك هو خلق واحد المناخ إيجابي للعيش الساكنة بالإضافة لهذه المشروعين المهيكلين فكانت فرصة أنه نطلعه سيد العامل والسيد رئيس مجلس الجهة على مستوى تقدم مشاريع مهيكلة اللي كتنجزها اليوم الجهة في تراب إقليم الجديدة منها الطرق اللي كتنجزهم اليوم الجهة وهي طرق إقليمية وطرق جهوية اللي تقريباً كتوصل لـ 200 كيلو متر واللي كتنجزها اليوم الجهة بشاركة مع وزارة الجهيز والنقل واللوجيستيك والماء والمجلس الإقليمي الجديدة واللي الهدف منها هو تهيئة طرق الإقليمية والجهوية واللي توصل لواحد مواصفات ذي النقل والتنقل الساكنة مواصفات اللي تكون معمول بها على المستوى الوطني والدولي بالإضافة إلى هذا المشروع المهيكل فكان هنا كتصل لقضو كذلك على الشطر الثاني من مشروع مسالك وهذا مشروع طموح اللي كتقوم به جهة الضرب إذا أستات واللي كان في الشطر الأول ديالو نجزنا تقريباً 180 كيلو متر على مستوى إقليم الجديدة والليوم احنا في الشطر الثاني فكان نجزه 313 كيلو متر فقط على مستوى إقليم الجديدة واللي كتهم 24 جماعات تقريباً يعني كل جماعات اللي كتتوفر على مسالك بإقليم جديدة بكل فاة اللي كتناهز واحد يعني 300 ديال مليون ديال درام فهذه المشاريع المهيكلة الهدف منها هو أنه نخلقوا ظروف نقل وتنقل ساكينة العالم قروي في أحسن الظروف ثم تقريب خدمات الأساسية من ناحية التمضروس والتطبيب على أساس أنه ساكينة العالم قروي تلقى ظروف للتنقل مواتية بالإضافة إلى هذا المشروع فكان مشروع مهم وهو تزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل وكتعرفوا الأهمية لهذه المادة الحيوية واليوم يعني قدمنا لسيد رئيس مجلس الجهة والسيد العامل نسبة تقدوم هذا المشروع اللي هو كيتنجز بشاركة مع المكتب وطن الكهرباء والماء الصالح للشرب ثم المكتب أو الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء بإقليمي الجديدة والسيد بالنور واللي الهدف منه كذلك وهو يعني إيصال هاد المادة الحيوية لساكينة العالم القروي بواحد الكلفة اللي كانت نهز مية وستين مليون ديال درهم اليوم بتمويل من طرف الجهة ويعني هدا فقط حصة الجهة من هاد تمويل وكذلك ذكرناه في إطار هاد الزيارة التفقدية بالمجهودات اللي قامت بها الجهة على مستوى توزيع آليات ودعم لجماعات الترابية بإقليم الجديدة وكان منها يعني استفدت 22 جماعة على مستوى إقليم جديدة يعني تقريبا جول الجماعات فهي استفدت من آليات هي عبارة عن 11 حافلة للنقل المدرسي 8 ديال سيارات الإسعاف كنتعرفوا الأهمية ديالسيارات الإسعاف في نسبة لجماعات قروية ثم 5 ديالشاحنات لنقل النفايات وهذا كان في إطار دعم المجهودات التنموية ديالجماعات الترابية بإقليم جهة وكان بتمويل يعني مئة بالمئة من طرف جهة الضرب إذا استطعت من أجل دعم هذه الجماعات في مجهودها التنموية لا تنساش تابنى فلاشين وتأكتفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هز براس ترجمة نانسي قنقر